المجتمع الإسرائيلي ليلة أمس كان يتوقع بأنه سوف يرى مذبحة سوف يرى مجزرة سوف يرى اشتباك مسلح بين مقاتلين حماس الذين سوف يخرجون من أنفاق مستشفى الشفاء ويشتبك قوات النخبة من حماس ويشتبكوا مع القوات الخاصة الإسرائيلية في ساحة المستشفى شيئا من هذا لم يحدث دخلت الدبابات الإسرائيلية والجرافات الإسرائيلية لم يحدث هناك اشتباك لم يصبش جندي إسرائيلي في هذه المعركة فجأة دخلوا إلى داخل الأقسام من المنطقة الجنوبية وكان هناك بيان صحفي سخيف للناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بأنه وجد كلاتشنيكوف عندما نفرنا إلى كلاتشنيكوف كانت مصدية يعني كان أصلا معدات بائسة جدا وطبعا تم تدمير جهاز الـ MRI وجهاز الـ CT الذي عمليا هو الذي يخدم أهالي قطاع غزة في الحالات الطبيعية وليس فقط في حالات الحرب التي هم بيأمس الحاجة إليها علم أنه لا يوجد هناك أصلا كهرباء في غزة المشكلة الكبيرة الآن هو موضوع الثقة المجتمع الدولي الذي سمع لعدة أسابيع بتهديد بأن الإسرائيليون سوف يذهبون إلى مستشفى الشفاء وينزلوا إلى تحت إلى الأنفاق حيث قيادة حماس وسوف نرى صنوار وأبو عبيدة ومحمد الضيف يجرون بالسلاسل أو ميتين وذلك من تحت مستشفى الشفاء وفجأة يتبه أنه لا يجد هناك شيء ولا يجد إطلاقا لا قيادة ولا أنفاق ولا شيء علما أنه إسرائيل منذ سنوات وهي تتحدث حول أن قيادة حماس موجودة تحت مستشفى الشفاء مستشفى الرنتيسي تحت المساجد تحت الكنايس تحت المناطق الحيوية هذه الرواية الإسرائيلية التي كانت تتحدث وفجأة يتبين بأنه لا تحت المساجد وجدوا شيئا ولا تحت المستشفيات وجدوا شيئا وأن كل موضوع الأنفاق التي وجدوا والتي تحدثوا عنها هي موجودة في منطقة بيت لاهي التي قالوا بالبداية بأنها موجودة هناك وطبعا نحن لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي لأننا لم نكن موجودين هناك هذا التصوير الذي جاء به الجيش الإسرائيلي حماس لا تنفي بأنه لديها أنفاق طبعا لديها أنفاق وهي صورت الأنفاق لوسائل الإعلام العربية والأجنبي منذ عدة السنوات ولكن موضوع الشفاء يؤكد بأن هناك انعدام للثقة بين الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي الذي فجأة بدأ يصدم بروايات متتالية قطع الرؤوس الأطفال في غلاف غزة اختصاب النسوان في غلاف غزة العمل على أن هناك عدد من الإسرائيليين الذين قتلوا في غلاف غزة بنيران الجيش الإسرائيلي وهذا الذي بدأنا نسمع خلال الأسابيع الماضية طيب الآن سوف يفعل بالجيش الإسرائيلي القول بأن هناك أمور أخرى يعني اختراعات أخرى المجتمع الدولي بلا شك فقد الثقة بأن هذه دولة مؤسسات هذه دولة الموساد الإسرائيلي الشباك الإسرائيلي أمان استخبارات العسكرية هذا بات غير معقول وغير مقبول لأنه عمليا هناك خطأ ورا خطأ ورا خطأ والأخطاء هي ليست أخطاء بحركة السير أخطاء بأبرياء 4600 طفل فلسطيني قتلوا نتحدث عن 11 ألف شهيد فلسطيني نتحدث عن أكثر من ربع مليون منزل دمر في قطاع غزة وإسرائيل تعتمد مرة أخرى على مجموعة من الأخطاء مجموعة من الأخطاء مجموعة من الأخطاء بذل الاقتصاد الإسرائيلي من أجل الانتصار في هذه الحرب 500 ألف جندي هم حول قطاع غزة 220 دبابة الطيران البحرية الاستخبارات مدفع الجوي الدعم الدولي من قبل الولايات المتحدة وبرطانية وفي المقابل الهجوم على دولة إسرائيل من قبل المنظمات وأيضا من قبل الأحزاب الدولية في أوروبا الأعمليات ضد اللاسامية في أوروبا التي ازدادت بنسبة 1200% هذا كله كان مقابل أن يخرج قادة حماس بالعلم الأبيض أن يتم تدمير حركة حماس أن يتم اجتثاث حركة حماس من قطاع غزة هذا هو العنوان الرئيسي المجتمع الإسرائيلي ما زال ينطفر الصنوار يحمل العلم الأبيض أو مكبل بسلاسل أو مقتول لغاية الآن هذا لم يقدم على مفبح الإسرائيليين ولم يتم تقديم أبو عبيدة حتى أنه عبيدة هو ناطق إعلامي ولكن هذا هو المزلوع في فهنية الإسرائيليين وطبعا محمد الضيف الشبح الذي لا نعلم أين هو وأين المكان الذي هو موجود فيه قالوا بأنه موجود تحت مشتشفى الشفاء ولغاية الآن لم يظهر اللافت أن المجتمع الإسرائيلي منذ أسبوعين يسمع عن صفق التبادل ثم يعودوا ويقولوا لا نريد الصفقة ثم يقولوا نريد الصفقة حتى مستقبل 239-239-242-244 والرقم بتغير وهذا أيضا مصيبة في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأنه حتى الأرقام باتت غير ثابتة الآن لا يتحدفون عن صفق التبادل ولا عن هدنة إنسانية ولا عن أن يكون هناك إفراج لعدد من المحتجزين الإسرائيليين لأن الكامرة الإسرائيلية لم يجتمع عليها لتأمس في الوقت الذي كان المجتمع الدولي يظن بأن الصليل يمكن أن تتفاعل مع هذه المسألة وبالتالي هناك تلكق حتى في موضوع المحتجزين الذي باته وليس الأولوية الأولوية هو دتمير حركة حماس الأولوية الثانية هم المحتجزين أشكرا شكرا جزيلا لك أحمد البوديري مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر